القراءة دي لكم الكتابين تعالى الأسد الحمروي رسائل سياسية ورسائل تربوية أولا تحية للمشاهدي الكرام ولمستتبعين محمد يابريس نحن سعادة اليوم أن نتواجد في كليات الحقوق لتقديم كتاب رسائل تربوية للصديق الزميل بشعب حمروي فعلا ما صار الكتابة عند بشعب حمروي بدأ بكتاب رسائل سياسية والآن فيه توجه نحو موضوع آخر له مكانته وله راهينيته على مستوى ما يحدث اليوم في المغرب هذا الكتاب أعتبره تأملات في شأن تربوي المغريبي الذي يعرف الآن كما يعرف الجميع مجموعة من الإحباطات مجموعة من الكسارات مجموعة من الأعطاب ولأن لما تعرفه الساحة التعليمية اليوم من احتقان وتوتر يدخل في هذا الصميم مشعب حمروي انطلق من جريبتي أولا كرجل تعليم ومن كونه كصحفي ليلتقط مجموعة من الدواهر المرضية داخل المدرسة العمومية وأعتقد أن هذه الرسائل ستجدوا من يتفاعلوا معها بحكم أن عدد كبير من المغاربة يكتوون بهذه الظواهر المرضية لأساسي فيها أنه تكلم على الهضر المدرسي تكلم على الرياب الصحة المدرسيات تكلم على نعدام التقالي وهذا أساسي ومهم في الكتاب نعدام التقالي في المدرسة العمومية وطرح أسئلة التي مؤرقة ومحرجة من المسؤول عن هذه الوضع؟ من أوصلنا إلى هذا المستوى الذي نعدمت فيه التقالي في المدرسة العمومية ونعدم فيه أيضا الوضع الاعتباري لرجل تالي؟ إذن هذه الأسئلة هل ستجد طريقها إلى إجابات أم أنها ستقاب فقط مجرد؟ أعتقد أن المنطلق الصحفي حاضر في هذه الكتاب المهم عنده بشعب حمراء بأنه يتير الأسئلة ويتير القلق والأجوبة تبقى فتوحة على من يهمهم الأمر هو كفاعل أولا ترباوي وكفاعل صحفي أعطى إشارات واضحة على أن المدرسة العمومية يجب إعادة النظر في علاقتنا بها ويجب على المهتمين بالأمر أن يفتحوا أوراش والأساسي في الكتاب أنه فيه دعوة إلى فتح نقاش عمومي حول المدرسة العمومية على العموم السيد الحمروي شخص الدعف شخص الدعف ونحن جميعا نبحث عن الدواء شكرا تحييرك الدكتور عبدالله رابحي من مفتوح بخصوص كتابي الأستاذ الحمروي رسائل سياسية ورسائل ترباوية رسائل ترباوية بالفعل هو امتداد لرسائل سياسية حاول السيد الحمروي في الكتاب الأول أن يتناول القضايا الكبرى بالمنطق السياسي والآن يتناولها بالمنطق الترباوي والجميل جدا في هذا الكتاب هو أنه يدخل في التفاصيل المملة ويربطها بقضايا الكبرى التي ناقشها أيضا في الكتاب الأول من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب وكونه يتم توقعه في المدرجات بالكلية هو وضعه في سياقه الصحيح شكرا شكرا